الاتحاد الأفريكي لكرة القدم أعلن منذ لحظات بشكل رسمي تتويج نادي الترجي التونسي ببطولة دوري أبطال لأفريكيا لموسم 2019 بعد الأزمة الكبيرة اللي حضر لكم أكيد تبعتوها على مدار الشهور اللي فاتت بسبب مباراة الوداد والترجي ومشكلة الفار والفار ما كانش شغال وراحوا للمحكمة الرياضية الدولية وبعدين قدت الملف لنجنس الانضباط بالاتحاد الأفريكي اللي النهاردة كان عنده اجتماع وأعلن بشكل رسمي من خلال اتحاد الأفريكي على تتويج نادي الترجي التونسي بهذا اللقب الأفريكي الغالي عشان يصبح اللقب رقم 4 في تاريخ هذا الفاريك التونسي يبقى النادي الأهلي هو متصدر كل الفرق الأفريكية من حيث عدد بطولات دوري أبطال أفريكيا برصيد 8 ألقاب عندنا أمال كبيرة جدا إن شاء الله نوصل للقب رقم 9 بعد غياب أكثر من 5 أو 6 موسم متبارك لفريق الترجي التونسي الشقيق وكل التوفيق خلال الفترة الجاية من الواجد أن يكون فيه تظل على فكرة بالنسبة للوداد ومن خلال المحكمة الرياضية الدولية وكلها أمور هنشوفها لكن حتى هذه اللحظة خلاص الموضوع أعلن بشكل رسمي بتتويج الترجي بطولة دوري أبطال أفريكيا كده هيشارك في بطولة السوبر الأفريكي مع نادي زمالك بطر الكون الفيدرالية وحيشارك أيضا كمان في نهايات كأس العالم للأندية طيب ده كان خبر مهم جدا